السلام عليكم ورحمة الله فيه. للشرح المختصر سنتعرف على طريقة يمكنك من خلالها تحويل النص الى صوت بشري قريب جدا من الواقعي باستخدام تطبيق من مايكروسوفت وايضا سنتعرف على في حالة لم يكن لديك النص متاح سنتعرف كيف يمكننا توليد نص بسيط باستخدام هذا هو الموقع الرسمي طبعا يمكنك الوصول لهذا التطبيق تطبيق المونتاج من المتصفح الخاص بك تقوم بتسجيل الحساب يعني بطريقة بسيطة جدا وهذه الواجهة التطبيق وهذه هي واجهة التطبيق اول شيء سنقوم به باختصار يعني بدون يعني اخذ الكتير من الوقت سنقوم بالنقل على هذا الشكل وهذه هي واجهة التطبيق طبعا هو برنامج للمونتاج على الشكل تطبيق باختصار سنذهب الى على هذا الشكل ثم تكست تو سبيتش انت فمن هنا يمكنك تحويل النص الى الصوت طبعا هناك الكتير من اللغات سنختار اللغة العربية طبعا اللغة العربية متاحة لعدة دول يمكنك اختيار يعني الدولة التي تناسبك مثلا يعني حسب تجربتي البسيطة مع كليب ترامب يعني من افضل اللغات التي يمكنك استخدامها هي المملكة العربية السعودية وعمان ثم الاردن. اذا سنختار الاردن. سنختار على هذا الشكل والان سنقوم بكتابة النص او لصق النص الذي نريد تحويله الى الصوت. يمكننا الاستعانة طبعا بالشات جي بي تي اذا سنخبر بان يقوم بتوليد النص مثلا حول الموضوع الذي نريد مثلا سنقوم بتوليد نص بسيط فقط للتجربة حول القطط. اذا ممتاز سنقوم بنسخ هذا النص على هذا الشكل ونقوم بلصقه هنا اذا نقوم بعمل بري فيو حتى نقوم بالاستماع لهذا الصوت او هذا النص. القطة حيوانات لطيفة ومحبوبة لدى الكثير من الناس. تعتبر القطة وتظهر قدرة فائقة على اللعب والتسلية. تحظى القطة بشعبية كبيرة بين الاشخاص. القطة حيوانات. اذا تم اضافة يعني المقطع الصوتي الى الخاص بنا. اذا الان يمكنك يعني اضافة العوامل الاخرى الى الفيديو الخاص بك. مثلا سنقوم باضافة فيديو. اذا سنضيف اه اه اذا ساقوم بجلب مثلا فيديو او مثلا سنذهب لموقع بيكسل. لهذا الشكل سنذهب بالمقاطع الفيديو. اذا سنقوم بعمل فيلتر وسنريد انتاج فيديو مناسب لمواقع تواصل الاجتماعي. اذا فيديو عمودي على هذا الشكل ونختار يعني مقاطع او مقطع من هذه المقاطع. فقط للتجربة ايضا. طبعا هذا الموقع يوفر لك مقاطع فيديو يمكنك استخدامها بدون مشاكل خاصة بحقوق الملكية ايضا سنقوم بسحب الفيديو على هذا الشكل. ونقوم بسحبه الى التايم لاين. طبعا يمكنك جلب بعدة مقاطع لكن سنكتف فيه باثنين اذا سنقوم به. نجلب هذا المقطع اذا فول اتش دي. اذا ثم سنقوم بعمل تكرار. بما ان هذا الفيديو فقط فيديو تجريبي على هذا الشكل. اذا النسيجة ستكون على هذا الشكل. القطة حيوانات لطيفة ومحبوبة لدى الكثير من الناس. تعتبر القطة من الحيوانات الاليفة الشائعة في العديد من المجتمع. طبعا بالنسبة للمقطع الصوتي يمكنك ضبط يعني درجة الصوت يمكنك الزيادة او النقصان من درجة الصوت طبعا يمكنك التحكم في السرعة ويمكنك التحكم في الفايد والفايد اوت. اذا مثلا اذا كنت تريد يعني الصوت ان يبدأ منخفض ثم يرتفع تدريجيا يمكنك مثلا ضبط هذه القيمة في الفايد ان. واذا كنت تريده ان ينخف تدريجيا عندما ينتهي يمكنك ضبط هذه القيمة في الفايد اوت. اذا. القطة حيوانات. اذا كما نلاحظ فالصوت يعني يبدأ منخفض ثم يرتفع. القطة حيوانات لطيفة ومحبوب. اذا كما نلاحظ فقام بضبط ابعاد الفيديو تحديدا في التسعة على ستة عشر وهو المناسب لفيديوهات التيك توك واليوتوب شورتز. اذا يمكنك الان يعني عمل العنوان الخاص بالفيديو مثلا. على هذا الشكل. ثم يمكنك عمل للفيديو. اذا يمكنك اختيار يعني بعدة جودات سنختار الجودة العالية. اذا فمدة استخراج الفيديو او عمل يعني تختلف يعني من طبيعة الفيديو والجودة وطبعا المدة مدة الفيديو. اذا انتهت عملت الاكسبورت وهذا هو طبعا النتيجة النهائية. اذا سنقوم بتشغيل الفيديو. القطة حيوانات لطيفة ومحبوبة لدى الكثير من الناس. تعتبر القطة من الحيوانات الاليفة الشائعة. اذا كانت هذه طريقة تحويل النص الى يعني مقطع صوتي بشري. وطبعا تعرفنا على طريقة اضافة هذا المقطع الى مقطع وانتاج بشكل سريع جدا باستخدام تطبيق من مايكروسوفت. اذا كان لديو الشرح. شكرا لكم.